قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني بأي شكل من الأشكال أن يتضرر المواطنون الجزائريين المقيمين بالمغرب والمغاربة المقيمين بالجزائر من هذا القرار فالقنصليات ستباشر عملها بصفة طبيعية مثل ما هو التقليد في العلاقات الدولية وستبقى هذه الأجهزة الإدارية تقوم بعملها القنصلي المحظ من دون أي مهمة تتجاوز هذا الإطار الضيق اشتركوا في القناة